اليوم إذا أريد أن نتحدث عن السوشال ميديا معروف جداً في الخليج العربي وبأي مكان تروح تصور به فيقولك تكفى لا تصور لأنه السوشال ميديا عندك متابعيك ما شاء الله اليوم شهرتك هذه يجدت من خلال تقديمك وأسلوبك المختلف حققت لك شهرة أم لا الأشياء طلعت بيها والترندات السوهية اللي زادت الشهرة أكثر صدقين جيهان أنا من أول يوم طلعت فيها التلفزيون بتاريخ تسعة وعشرين سبعة الفين وستة كان شهر في الكويت من خلال برنامج شبابي اسمرايكم شباب لأن الشكل مختلف شعري طويل غير عن المذيع التقليدي اللي متعودين عليه في الكويت والخليج أول شيء كان هذا السبب اللي هو الشكل والستايل كان مو مقبول في وقتهم يعني كان هناك اعتراضات كثيرة ما فيه ما فيه ما يستقبلون الناس أي شيء سألبس غطرة وعقال ما يتقبلون دائما يعني اختلاف وجهات النظر أنا بالنسبة لي تصب لي صالحي أنا شخصيا فأول شيء الستايل والشكل بعد أنه صار عادي وأكثر مني يعني فهم أول شيء ما يتقبلون لأنه يعتبرون شيء مختلف هذا شيء عادي في لبنان عادي في أوروبا بس في الخليج كان شوي يعني شوي يعني مو متقبلين بس تقبلوا وبعدين ابتدت أتميز أو أختلف بأسلوب الحوار والأسئلة بعدين بالسوشال ميديا أحسني حالي حال كل اللي موجودين طيب أنت تتعمد إثارات الجدل أو أنت شخصية جدلية لا والله أنا ما أتعمد أبدا أنا شخصيتي تشفي يعني أحسني مو مضطر أن أنا أتعمد أنا نفس ما أنا يعني عمري ما مثلت أنا ما حب أني أمثل وبين حق الناس أن أنا يعني مثالي وأن أنا هذه الأفلام اللي يسوونها ببعض المشاهير أنا ما حب أني أنا أسويها يسوون أفلام المشاهير أنت أكيد أخبر واحدة بأفلام المشاهير مو أفلام الفيلم ينتيه مسلسل أجزاء مسلسلات مشاهير حتى أنا سوي شوي شكرا